انتظار وترقب في محطة القطار عقب دخول سائقية القطارات في إضراب في جميع أنحاء البلاد سائقوا القطارات وعمال القطاع طالبوا بزيادات في الأجور وبتحسين ظروف العمل الإضراب الذي دعت إليه نقابات السكك الحديدية في بلجيك أثر على خدمات القطارات في النقل العام الإقليمي بل وتضررت منه خطوط القطارات البلجيكية الدولية حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن 12 رحلة قطار لشركة بلجيكية ألغيت بين أمستردام وبروكسل هو إضراب إذن يأتي في إطار ما أسمته نقابات السكك الحديدية بأسبوع التوعية والتحرك